تحت غطاء المدفعية الكثيفة بدأت عمليات عبور مجموعات اقتناص الدبابات لقناة السويس في قوارب مطاطية وكانت مهمتهم الأساسية هي تدمير دبابات العدو اللي كان مفروض تسارع بركوب المنصات الخرسانية علشان تشتبك مع قواتنا وتمنع عبور القوات الرئيسية حرمان الدبابات الإسرائيلية من الوصول إلى هذه المساطبة على الستر الترابي كان مسألة حياة أو موت وفي هذا الفصل نحت الجند المصري الفرد تمثال نفسه من الذهب الخالص جندي في مواجهة الدبابة بشر من لحم ودم في مواجهة أطنام من الفولاذ المدرع والمسلح بالمدافع والجندي المصري ينتصر ينتصر انتصار الصياد على الأرنب شيء لا يصدقه عقل أن تجه الجندي المصري في هذه اللحظة بقذفات الاربي جي وصواريخ ساجر الموجهة بالأسلاك ده كان يوم أولمبي حقق فيه بعض الجنود المصريين أرقامهم القياسية الخالدة في تدمير الدبابات والمصفحات الإسرائيلية اللي كان ممكن تحبط العبور الساعة الثانية والثالثة كانت المدفعية المصرية استكملت مقطوعتها الموسيقية الأولى والاستغرقت 15 دقيقة القصفة الأولى كانت موجهة لأهداف على شاطئ القناة وحتى عمق يصل إلى كيلو نص نحية الشرق وبعدها اترفعت زاوية التوجيه للمدفعية المصرية حتى عمق 3 كيلو مترات داخل سيناء وأول ما ده حصل بدأت موجهات العبور الأولى لكتائب المشاه في مناطق الفواصل بين النقاط الحصينة في خط برليف دول القصفة دي كما هو واضح هو تغطية القوات اللي بتعبر القناة عبور قوات المشاه تم على موجهات بفاصل 15 دقيقة بين كل موجه والتانية واستمر الحال على كده لحد الساعة 4 ونص مساء يعني 8 موجهات من المشاه وقدرت القوات اللي عبرت تأمن خمس مناطق قاعدة كل منطقة منها 6 كيلو متر وعمقها 2 كيلو متر والمناطق دي تعرف في المصطلح العسكري باسم رأس الجسر وفي نفس وقت عبور موجهات المشاه كان سلاح المهندسين المصري بيقدم تحفته الفنية الرائعة وبيفتح ثغرات في الساتر الترابي لخط برليف باستخدام طلمبات مياه معدلة أزحت آلاف الأمطار المكعبة من الرمال وفتحت طرق في الساتر الإسرائيلي الترابي الفكرة دي من إبداع ضابط مهندس عسكري شاب اسمه باقي زكي يوسف واستكمالا للدور المجيد لسلاح المهندسين المصري بقيادة اللواء جمال محمد ونائبه الشهيد عميد أحمد حمدي أنزلت وحدات الكباري قطاعات الكباري العائمة وجمعتها في فترة ما بين 6 وتسع ساعات كانت كل الكباري الثقيلة والخفيفة والهيكلية متركبة وجهزة لعبور الأسلحة الثقيلة وتحت غطاء الظلام وتحت غطاء حاقة الصواريخ المنيع أكمل الجيش المصري عملية العبور بناء لـ 80 ألف مقاتل وتمنمئة دبابة ومدرعة والمئات من قطع المدفعية والوحدات الصاروخية المتحركة المضادة للطائرات في اليوم الثاني للقتال يوم 7 أكتوبر كانت مهمة القوات المصرية اللي وصل حجمها خلال الليل إلى خمس فرق كاملة تدمير ما تبقى من النقاط الحصينة في خط برليف وتوسيع رؤوس الجسور اللي اكتسبناها شرق القناة وسد الفراغات بين الفرق العابرة تأهبا للهجوم المضاد الإسرائيلي اللي كان جاي جاي في الطريق ولما وصلنا يوم 8 أكتوبر الجيش الثاني بقى مسيطر على كامل خط المواجهة من القنطرة شمالا إلى الدفرزوار جنوبا بينما الجيش الثالث مسيطر على كامل خط المواجهة من البحيرات المرة شمالا إلى بور توفيق جنوبا وكده بقى للقوات المصرية رأسي جسر متماسكين بطول القناة وبعمق 10 كم تقريبا الفاصل بين رأسي الجسرين كان مسافة بطول 30 أو 40 كم هي المنطقة الوحيدة على الجابهة الشرقية التي لم تكن تتمتع بغطاء منظومات الدفاع الجو المصرية علشان كده ما كانش فيها تحركات كبيرة تحسبا لأنها تبقى أهداف سهلة للقوات الجوية الإسرائيلية لأنها مش محمية يوم 8 أكتوبر بدأت إسرائيل هجومها المضاد بتلت فرق الأولى تضم تلت ألوية مدرعة بقيارة بيرن أدان التانية تضم تلت ألوية مدرعة في القطاع الأوسط بقيارة أريل شارون والتالتة مكونة من لوائين مدرعين بقيارة ألبرت ماندلر في القطاع الجنوبي عدد الدبابات من الجانبين كان متساوي تقريبا حوالي ألف دبابة لكل طرف بس الدبابات الإسرائيلية كانت لها أفضلية نوعية أفضلية من حيث بنيتها يعني من حيث التدريع وأعيرة المدافع ومدى إطلاق النار وكان لها أفضلية تكتيكية برضو لأنه الدبابات المصرية كان دورها هو دعم المشاة والدفاع عنهم مع تفادي الدخول في معارك الدبابات المفتوحة أو معارك الدبابات المباشرة بينما المدرعات الإسرائيلية بتتحرك بشكل غير مرتبط بالكامل بالمشاة وده منحها قدرة أعلى على المناورة والحركة السريعة وكان ممكن يعني تتحرك بشكل أسرع لأنها مش متمسكة بتحركات المشاة اللي بتكون أبطأ بطبيعة الحال من تحركات القوات المدرعة وعملت القوات الإسرائيلية هجومها المضاد مرتين في نفس اليوم ولكن القوات المصرية صدت الهجوم في المرتين صد الهجمات المضادة الإسرائيلية يوم 8 أكتوبر يعتبر عمل عسكري عظيم في حد ذاته لو حسبنا لوحده فكر فيه بشكل منفصل عن عملية العبور والتمركز على الجانب الشرقي العبور هزم الدفاعات الثابتة الإسرائيلية صد الهجمات المضادة هزم الدفاعات المتحركة الإسرائيلية لو إسرائيل كانت متوقعة أن مصر تعبر القناة وتحتل خط بارليف بنسبة 10% فهي لم تكن تتوقع انتصار الجيش المصري على هجمتها المدرعة المضادة ولا بنسبة 1% في نفس الوقت حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تحييد الدفاعات الجوية المصرية في بورسعيد بطلعات جوية شارك فيها أكتر من 50 طائرة حربية ولكن الدفاعات الجوية المصرية حائط الصواريخ أسقط عدد كبير من الطائرات المعادية وحقق فيها ما يعرف باسم الـ Unsustainable Losses بمعنى أنه مستوى من الخسائر استمراره لا يمكن احتماله وده اللي اضطر إسرائيل لوقف محاولاتها للهجوم جوا على مواقع الدفاع الجوي وده اللي ترجمته هي استحوال الجيش المصري على السيادة الجوية فوق ميدان المعركة